اعداد كبيرة للمرضى وشح كبير في الادوية والمواد الطبية هكذا هو حال مرضى الفشل الكلوي في اليمن في تعز كثيرة هي المآسي التي يكابدها المواطن طوال تسع سنوات قهرا وكمدا مآسي مرضى الفشل الكلوي ابرز تلك المعاناة اكثر من خمسمائة مريض بالفشل الكلوي في تعز يواجهون خطر الموت عقب اعلان السلطات الصحية تحذيرات من نقص المحاليل الخاصة بجلسات الغسيل في مركز الكلية الصناعية في هيئة مستشفى الثورة العامة بالمدينة في مدينة تايز يوجد ثلاثة مراكز لغسيل مرضى الفشل الكلوي احداهما في مستشفى العسكري شرقي المدينة والذي تعرض للتدمير بشكل كلي نتيجة الحرب التي اشعلتها الميليشيا ليبقى العمل في مركزين داخل مستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ويستقبلان شهريا نحو خمسمائة مريض بالفشل الكلوي بينهم مائة وواحد وخمسون شخصا من خارج المدينة وذلك وفق تأكيدات مدير مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتاعز الامر الذي يضاعف حجم المعاناة مصادر طبية اكدت حاجة مراكز غسيل الكلة في مدينة تايز الى امدادات عاجلة بالمحاليل من اجل اجراء جلسات الغسيل العاجلة للمرضى ولفتت الى ان المركز يقوم بتنفيذ نحو 2600 جلسة غسيل كلوي شهريا لنحو 300 مريض تايز هي واحدة من المحافظات التي تعاني تدهورا كبيرا في القطاع الصحي فاغلب محافظات الوطن تعاني انهيارا شبه تام للقطاع الصحي كغيره من القطاعات الطبية منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل تسع سنوات لتبرز المشكلة ما بين نقص المواد الطبية والادوية ارقام واعداد المصابين بمرضى الكلة تتزايد في الكثير من محافظات الوطن فيما ذهب المواطنون الى اطلاق العديد من المناشدات العاجلة للجانب الحكومي والجهات المعنية طوال تسع سنوات من الحرب وذلك لينقاذ ما تبقى من القطاع الصحي والطبي ومواجهة الامراض والاوبئة التي انتشرت بشكل كبير في زمن الحرب غير ان التجاوب لتلك المناشدات لا يزال ضعيفا وفق تأكيدات المعنيين في قطاعات الصحي